هل علاج الوسواس القهري بالكهرباء أو عمل جراحي؟ والله أخ عمر لا ما نشتغل هاي الأشياء هنا يعني أتكلم لك عن شغلي ببريطانيا الوسواس القهري الطراب يعالج بالأدوية ويعالج بالعلاج النفسي بعض المرضى القليلين جدا اللي ممكن للأعراض مالتهم لا تستجيب إلى أي علاج ممكن أنه تسوي لهم جلسات العلاج بالتيار الكهربائي أو الاي سي تي بس هذولا يعني جدا جدا قليلين وأنا بصراحة بخبرتي ما مر علي أي مريض مريض وسواس قهري احتاج أنه العلاج بالكهرباء يعني أو الاي سي تي احنا نسميها الكترو كومبولسف ترابي أو الشوك ترابي العمل الجراحي أخ عمر طبعا هو موجود بالكتب أنه ممكن أنه نسوي فهذا عملية جراحية لهذا المرضى بس يعني في خبرتي أبدا احنا ما اضطرينا أنه نسوي هذا الشي والكثير يعني أقول تقريبا تسعين بالمئة إلى خمسة وتسعين بالمئة من المرضى يتحسنون بالعلاج والعلاج النفسي